كانت من الحاجات الملفتة اكتر واللي هي يعني الفترة طالت يعني الفترة كانت طالت انتوا عارفين السيدة ليندا سليمان سيدة ليندا سليمان دي مديرة مدرسة كلية السلام طلع من المدرسة دي او من خرجيها تلات وزراء موجودين الوقت في حكومة المهندس شريف اسمان الدكتورة هالة السعيد اللي هي وزير التخطيط ودكتور خالد عبدالغفار اللي هو وزير التعليم العالي ودكتور هشام عرفاط لوزير النقل الحقيقة الست كانت السبب فيه اشاعة حالة من البهجة انه باسرارها ان هي عادة تتكلم يعني هي تقريبا ايه نسيت خالص ان فيه احتفال ونسيت خالص ان فيه موعيد وفيه فقرات وتقريبا قاعدة تتكلم مع الرئيس ما يقرب من 20-25 دقيقة لدرجة انهما جابوا كرسيين وقاعدوا الرئيس والست لين ده وقاعد يسمع والحقيقة لو الناس كانت مركزة مثلا وشافت كان فيه حالة انفعال وابتهاج من الحالة من الحالة دي سيدة كبيرة طبعا في السن وكالناس تفردت بالرئيس خلص عايزة تتكلم معها الناس يقولولها يتكلموا معها لدرجة انه احد يعني رجال المراسم راح بيكلمها يتلو افندم لان هي خلاص هي في حالة فعالة متين شوفوا اللي حصل ما بين السيدة ليندا سليمان ورئيس افتاح سيسي في احتفال اليوم منذ الخمسينات رائدة في مجال التعليم ساهمت في تنشئة العديد من الاجيال علميا وفكريا تخرج من المدرسة ثلاثة من الوزراء الحاليين وهم الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والمهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات بالاضافة الى الوزيرة السابقة الدكتور الناديا زخاري وزيرة البحث العلمي الاسبق السيدة الاندهام وزير مدرسة دار السلام المدرسة التي تخرج منها ثلاثة وزراء المهندس هشام عرفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ودكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط السيد الرئيس يستمع الى سيدة ليندا معلمة الاجيال وصاحبة الخبرة الكبيرة في مجال التعليم وهي تكرم اليوم كأم المثالية في يوم امرأة المصرية اشتركوا في القناة نحن لم أكن يوما ما وراء مكسب المدلي ولكني استثمرت دمي وشبابي في تربية النشرة كانوا كنوز كانوا في شل كنوز صغيرة كبروا في رعاية أم ومربية وأنا مدينة لهم أنهم أدوني هذا الحقل لتجارب التي منطبقها للأخلاق والمبادئ والوطنية وكبروا وههم في كل مكان نبراسا في كل دول العالم يمضيقين نبراسا مضيقون أما أنا بالعربي وأنا مش عارفة كما بيقولوا أن أنا مش بعرف عربي بس أنا بعرف عربي أنا بعرف عربي وأنا أنا 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 وأنا بقول كل يوم بتسألوا علي في بتطولوا في عمري السيد الرئيس بصحبات السادة الوزراء الذين كانوا قبل ذلك تلاميذ في كلية دار السلام التي كانت تدرها السيدة ليندا هذه المربية الفاضلة التي أفنت عمرها في تربية النجأ والتي ألقت علينا كلمة بسيطة قبل دقائق قليلة يعني المشهد طال بعد كده يعني تقريبا طال لأنهم الوزراء رجعوا تاني بس عايز أقول لحضراتكم كده لو أنتوا رصدتوا وارجع معاها تامر بواقف التشام عرفاته هو واقف بيبص عليه يعني دي السيدة مديرة المدرسة آه مديرة المدرسة اللي تعلموا فيها وهي برضو بعفوية شديدة حطت ما يمكن أن نقول أنه قانون نحتاج إليه أو شوفوا شوفوا تواقفة دي أهي ده 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 شام عرفات رجل بقى وزير الوزير في الدولة المصرية وزير للنقل لكن واقف وقفة ابن ممتن جدا وينظر بإعجاب يعني ينظر بإعجاب إلى مديرة المدرسة اللي هو كان فيها الست دي قالت كلمة قالت أنه أنا لم أسعى في حياتي وراء المال أو وراء الربح ولكن أنا يعني استثمرت دمي وشبابي في تربيت الناشط وهي دي الحكاية ما تيجي تتكلم على رمز رمز أو فكرة التعليم مفروض يمشي واشتغل عليها في مصر فعند هذه السيدة السيدة ليندا سليمان عطي هنا شوف ببساطة شديد هو حتى الرئيس بيقولها تلمزتك هم يعني التلاتة وزراء وكانت فيه طبعا الوزيرة السيدة نادية زخاري وزيرة سابقة لكن التلاتة دول هم موجودين هي بتقولهم كل مرة تسألوا علي فيها بيطول في عمر هنا حالة حالة انسانية نادرة جدا وحالة يعني شو الدكتور هالة السعيد يعني بمراحلها العلمية وشغلها الوقتي بتبكي لأنه هي بتستحضر أوقات كتيرة وأوقات مهمة وعظيمة في حياتهم وهم وقفين مع هذه السيدة عايزة أقول لحضراتكو أنه طال بعد الوزراء ما رجعوا بعد الوزراء ما رجعوا وفضلت هي مع الرئيس شوية يعني فضلت تتكلم مع الرئيس شوية لدرجة أن هم جابوا كرسين وقعدوا ولدرجة أن الناس بدأت لكن هو عنده صبر أو صبر جديد يعني أنا عارف أنا الحالة دي صبر أنك تعد تسمع يعني تسمع كتير جدا وتبقى وده المهمة كمان أنك تبقى عاطل اللي قدامك اهتمامك يعني أنت مهتم بكلام شوف هو رئيس جمهورية وعنده حرب إرهاب وحرب تنمية وعنده بش عارف انتخابات وعنده برة وعنده جوه وبتاع لكن في لحظة معينة مواطنة مصرية ست وسنة يعني ربنا ديها الصحة ويبارك في اللباء من عمرها يعني في لحظة معينة قاعد وبينصت وبيتكلم معاها وبياخدها كده براحتها ده ده فارق قوي يمكن في علاقته به بالناس ده يعني ده دي أبرز المشاهد يعني أبرز المشاهد اللي كانت موجودة في اليوم اللي بنقول فيه طبعا مشاهد أخرى كانت لها دلالات كتيرة جدا والحقيقة الحقيقة إنه هنا هنا لازم نحط نقطة وهو إنه هذا العمل اللي حصل النهاردة ده نتاج عمل جماعي مهم جدا ودي روح جديدة في مصر يعني غدا والي لما طلعت اتكلمت أشادت بالدور اللي قامت به مايا مرسي رئيس المجلس قومي المرأة أشادت بالدور اللي قامت به دكتور هالة سعيد وقالت إنه لولا كلنا اشتغلنا مع بعض ما كانش هذا العمل طلع لفكرة اختيار تعارفين الأم المثالية بتتقدم يعني بتتقدم شهر يناير بتقعد في يناير وفبراير للفرز وبعدين بيتم الاختيار للأم المثالية في مجهود ضخم حصل والمجهود حتى كمان في التنظيم في اختيار الأمهات في اللي هيحصل اللي مش مرتب ليه يعني الحفلة مترتب لها هتبدأ بأركسترا النور والأمل هيبدأ بعد كده كلمات مايا مرسي ثم هالة سعيد ثم غدا والي هيبقى فيه تكريم للأمهات المثاليات تكريم لرائدات الأعمال زي الفل ده كله مترتب اللي مش مترتب هو حالة المشاعر التي غطت على كل ذلك يعني في لحظة معينة وانا زي ما بقول لحضراتكم ليس من رأى كمن سمع أو في الحالة دي ليس من رأى كمن شاهد على التلفزيون لعي المسألة بتبقى مختلفة إلى حد كبير بعد كده الرئيس هيقول كلمته أو يعني هيتكلم ويقول كلمته وان كان خلينا نخرج فاصل يا شباب فاصل قصير كده وارجع لانه الكلام اللي قاله الرئيس بقى بيد عن المداخلات يعني وانه يسمع من السيدات هو الكلمة اللي قالها سواء الكلمة اللي مكتوبة أو الكلمة التي قام بارتجالها مهمة جدا لانها مش مرتبطة بتكريم الأمهات بس ولكن مرتبطة بالوضعية السياسية التي نعيشها الآن ومرتبطة كمان بالانتخابات الرئيسية اللي مفروض هتتم في الداخل في 26 27 و 28 مارس تبدأ يوم الاثنين الجاي ان شاء الله خلينا ناخد فاصل قصير وأعود مرة أخرى إلى ما قاله عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية 2018